الحديث هذا حديث أم الزرع يعني معدد من العلماء وحتى الوعاظ وكذا يعني أسهبوا فيه كيلي دار فيه مثلا سلسلة سلسلة خاصة مثلا بعد داز في شي رمضان فات كان داز أحد المشايخ دار فيه سلسلة على كده وكيلي دار فيه تقريبا سلسلة لخطب الجمعة العنوان العريض دياله وإصلاح بيوت المسلمين وبدأ مدخل من المدخل الحديث الأبي الزرع لأن كيف قدم سيديون زني برده يزي بخير فهدوك 11 مرأة اللي جمعوا سيدة عائشة سمعات الحديث ديالهم كامل وكانت لقينة رضي الله عنها وأرضاها سمعات دكشي وعقلات عليه وقالتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيهم دوك اللي تكلموا في الأول من ستفين كلهم كان غير الذن رجل يدير رجل يفاعل رجل يتارك وحدا ذكرته ببخله والخرى ذكرته بعنفه والخرى ذكرته بعدم مبالاته والخرى ذكرته بأنه النوع اللي كان يقوله بدرجة شعبية حاضي الشات دور فادا لا قلتي هكا غلطي لا قلتي هكا غلطي وجاءوا الأخرين اللي تكلموا على المحاسن للأزواج ديالهم وهذا من الإشكالات التي تطرح في مجلس النساء في مجالس النساء الإشكال شنا هو ماشي أننا نقوله النساء مجموعة مع بعضيتهم ويذكرنا مساوئة ومثالبة أزواجهن نقوله مع بعضيتهم الله أعلم ربما كي عندك الخوف المرات تتخاف كي أقول لك أؤدي لها ذكرت المحاسن ديال الزوج ديالي ربما لا شو شي خطافة ولا شي حاجة إلى آخرين ويأكل لها وحدة فألمك فيها وغاد تقلب لك على راجل وكي اللي كي أقول لك أؤدي لها ربما الحسد ربما العين فبعض الأمور قد لا تبرر لكن يفهموا منها على شهاد السيدة مثلا ما غدا تتذكر المحاسن أنا بالنسبة لي اللي كي همني ماشي من اللي كي يكونوا نساء مجموعة مع بعضيتهم فقط اللي كي همني مالي كي يكونوا البنيات الصغارات قلتين في ذاك المجلس فميلغي جميعوا واحد المجموعة للنساء وبدأوا يهضروا غير على المثالب والنقائص ديال أزواج ديالهم أراها ما نبقوا وش نستغربوا سيدنا أنا نمدوا ونسمعوا أنه راه البنيات ديال الجيل ديال الدابة مثلا أراها ولا عندهم عزوف عن الزواج شنو هالتصور اللي غانبني وحنا في الذهن ديال هديك البنيتال اللي قلتها تتكبر وهي يعني العالم ديال الزواج بالنسبة لها اللي كتشوفه من خلال الأم ديالها من خلال الصديقات ديال الأم ديالها وهو عالم كله نكد وكله شكوى وكله رسم لذلك الرجلي المطهدي المتنمر على ذيك المرأة وكذا لش بغيت أنا قاعد جواجي يبرزني أنا مشي نجاح أنا في قرايتي وندير خدمتي وندخل فلوسي وقد طرح ديال السؤال العجيب ديال واذا الرجل شغال يزيدني سوف يقول لعنا عزوف عن الزواج من كنتكلمولي عزوف عن الزواج يعني تأخر سين الزواج تأخر سين الزواج يعني تبكير سين الفاحشة ومن بعد دون قلسوا ننتشكى وشنو طاري عنا وشنو طاري عنا وشنو طاري عنا وإلى الحديث هذا ديال الأم زرع يعني فيه احتلال ساثيرانا بالكلام ربما مثلا غير من بالإشكالات التي تاردوا وانا متأكدنا تاردوا عليكم جميعا من الناس اللي كيتواصلوا معكم وكذا القضية ديال عدم الاهتمام بالطرف الآخر سواء الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوجة فهذا ديشكال خطير جدا وكانت وحدة من النساء اللي في الحديث كانت ذكرات هذه القضية هذه فالمسألة دي لأنه ما كيكونش اهتمام هذا رأى تدمير صامت للبيت يعني ذيك سيدة بالنسبة لها رأى العالم ديالها هي رأى كيتلخص فك أنت فإلا أنت لا تبالي بها دام مش عال هذين قلورة كانت كتتت على راسا وكتبقات بكي وكتبقات سيدة على راسها ديبرة ولا موقع التواصل الاجتماعي وهذك موقع التواصل الاجتماعي ولا تفتح لك واحد الأبواب ديال الشرور لا يعلمها إلا الله فإلا ما لقاتش عندك انتايا واحد الأذن الصاغية اللي غد تسنطلها رأى غد لقى المئات ديال الأذان الصاغية اللي غد دخلها من 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 أبواب الشيطان ربما إن شاء الله وتعالى تكون فرصة أخرى للرجوع لحديث أمي الزرع بشيء من التفصيل إن شاء الله وتعالى إن شاء الله ووزاكم الله وخير الله يكرمكم بارك الله فيكم حافظكم الله